مرحبا بكم أردتاني أعزائي المشاهدين كابتن أسامة يمكن كابتن عليك يتكلم على حياتة هروب استقام بعض اللعين عايزة أكلمك في نقطة مهمة جدا هل تواجد المدير الفني أو أحد المساعدين في المنطقة الفنية لتوجيه اللعيبة بصفة مستمرة مطلوب مع اللعيبة الفترة دي بص يا عيمن دي فرقات بين مدير الفني وشخصيات وفي مديرين فنيين ما بيحبوش يقفوا كتير على الخط وبيسيبوا اللعيبة تلعب أنا مش مع المدرسة دي أنا مش مع المدرسة أني أنت بسيب اللعيبة دي بالذات اللعيبة المصرية أنا مع مدرسة أني لازم حدي بقواقف تملي على الخط فيه تنبيه للناس الوقفات الورى فيه تنبيه لحد مكسل في كورة فيه تنبيه دي أنا أسلوبي وشخصي ويعني الطريقة اللي أنا مقتنع بيها جايز جدا في وقت معين مع لعيبة معينين في جيل معين في دوري معين يبقى المدير الفني واقف كده ما بيقول ما بيوجيش وميتكلمش بتاع واللعيبة ماشية وشغلها لكن فيه وقت لازم أتدخل أنا مش عايز أجيب بقى سامي مدربين اشتركت معهم لا لا تفضل اللعيب المصري طبيعته وتكوينه ما يحتاج حد تكلم عنهم دايما أي ما بقي إجابي ما هو بيحب لشجعه حتى لو في حاجة سلبية تنبيه صحيح فأنا مع الكلام اللي علاء بيقول لكن دي خلينا نقول فيها زي ما قلت لك اختلاف بين شخصية وشخصية ومدارس فيها هتلاقي مدارين بيعودوا على الدكة وما بيقوموش خالص وحتى في الدولة الأوروبية بنشوف ده كده يعني سيموني مثلا ما بيقافش ثانية وعلى طول مع الجماهير ومع اللعيبة فيه شخصيات تانية ونجحوا جدا بقتلتكو مدريد وفيه سيموني فيه ناس تانية مداربين بيفضلوا قاعدين على الخطوط وبالذات تلاقيهم جايين من الناحية بتاعة شمال أوروبا شوية ايو بس انتكلمت على طبيعة اللعيب المصري ايو لكن اللعيبة بقى المصريين محتاجين تملي ان حد يتملي وراهم تملي وراهم تملي في وقت انا مش عايز اجيب امثلة بمداربين واحد لسعيدهم زي ما قلت لك او شافهم يعني لكن دي وجهات نظر لكن هي المهمة دلوقتي مش في كده يعني المهمة دلوقتي بنتكلم ويمكن انا قلتها قبل ما شو علاق عليها دلوقتي عقب عليها دلوقتي موضوع اللعيبة البدلاء اللي هم بياخدوا فرص اكتر من مرة لابد انه اداءه يبقى افضل من كده لازم استغل الفرصة لازم استغل الفرصة الرجل النهاردة عمل سبع تغييرات قلنا طبعا حمدي فاتح ويشريف دول اثر اساسيين لكن انا بتكلم طاهر محمد طاهر مكسوني محمود وحيد صلاح محسن كريم فؤاد كل المجموعة اللي تنزل تلعب دي ما هو طبيعي ان فيه وقت فيه لعبة اساسيين موجودة واي فرقة لها تكوين اساسي في العالم كله فيه فرقة اساسية وانده طبيعي حتى لو فيه المستويات متقربة لكن فيه فرقة اساسية في اي حتى بداني النادي الاهلي كده ليفربول كده من ساعة ما شوفنا الكور ومن ساعة هتفضل كده صح انا بستنشأ ان انا لعيب من اللي هم بلعبه بشكل اساسي يعد عشان ناخد الفرصة لكن ما ينفعش ناخد الفرصة مرة واثنين وثلاثة وعشرة والاداء رتمه زي ما هو لابد خلينا اسألك سؤال تاني هل انا وانا لعيب في الملعب وليه يزميل جنبي لا مش في مستواه يعني وشايف انه هو النهاردة مش في افضل حالته او مش في حالته خالص وشايف اكتر من لعيب كده هل ده ممكن يؤثر علي انا كمان في الملعب بحدي بقى حسب شخصية بقى اللعيب عشان كده اللعيب اللي عندها شخصية وعندها قيادة في الملعب بتفرق كتير جدا مع اللعيب يعني واحد زي الشناوي واحد زي السلية بس مش موجود النهاردة واحد زي حمدي فاتحك الترخيره طبعا واضح انه يعني من كتر المباريات زي ما راجل رايح النهاردة علي معلول وكنا بنقول محتاجينه في وقت معين ناحية الشمال لان ما فيش اختراقات منها خالص ولا كرات عرضية محتاجين علي معلول بس هو الراجل من وجهة نظره بيحضر من وجهة نظره شايف انه يريع علي معلول خالص حتى لو هو شايف انه ممكن يحتاجه ربع ساعة وده انت ما لعبوش فالعيبة اللي هي الشخصية واللي عندها الشخصية دي بتأثر بقى في اللعبة اللي النهاردة مش موفق اللي النهاردة مهزوز اللي النهاردة ما بلعبش كتير وثقته بنفسه هربانا شوية لانه خلي بالك النادي الاهلي فانلته زي ما بقول تقيلة مش يعني اللي بلعب العيبة العيبة النادي الاهلي ده لازم شخصيته تبقى قوية وعارف انه في وقت هيفضل متعادل لغاية اخر ثانية وفي وقت زي النهاردة كده مغلوب ونائس دي 2-3 ارجع وممكن اكسب كمان ايوة ويا ما حصل معا فدي مهمة جدا فانا بقول النهاردة الشوت التاني لما الراجل وكلنا طالبنا بيها لما لعب برسيتاو ناحية اليمين اول ما ابتدى دي ما كانتش موجودة بعد كده لما برسيتاو دخل في راس الحربة او الشوت الاولاني اللي هي ايه ما حدش بيروح ما حدش بيروح على الاطراف برسيتاو اول منزل العشر ده الاولانيين اخترق من ناحية الجنب ايوة دي الهاجمة اللي خد برسيتاو ودخل بها 18 رشاد بيمين وفوق العرض مظبوط تحس انه عمل يعني الاختراقات دي ما كانتش موجودة شوت الاولانيين عمل حركة صح لما نزل يعني عمل حركة ناحية التجنب لما شريف طلع برضو انا ما في امتهاش دي ليا شريف طلع ودخل برسيتاو جول راس حربة بقى مقفول عليه كان هو بيجي من تحت سريع تعال بقى للجزء اللي هو ايه الاطراف اللي هي كان فيها مكسوني وهاني ونحن التاني محمود وحيد ومحمد طاهر ايه ما فيش اختراقات خالص على التلت الأخير عشان نعمل وقص هو زي ما كابتن علي قال برضو بص هو سيراميكا واقف مجرد واقفة بس بص انما عندك مساحات كتير فاضية هو ده اللي انا بقوله ما كانش فيه اختراقات من على الاطراف وكمان كتير قوي الناس اللي تلعب على الاطراف بتخش للعمق بس انا بتكلم عامة في معظم المتش ما فيش اختراقات المواقف اللي هي واحد ضد واحد عشان عدي لازم فيه لعبة ابن عدي اللي هي زي احمد عبدالقادر زي بيرستاو احيانا بيعملها انه لما يروح عالطار فممكن اروح اخترق واحد ضد واحد عشان اضرب التكتلات دي سواء بقاها سدد في المرمى سواء عمل كرة عرضية اتقفل علينا كتير جدا لانهما بلعبوا خمسة وراء وبعدين احنا دخلنا بيرستاو كمان في العمق بقت اللجناب مش شغلة كويس الوحيد الوحيد اللي بيعمل عرضيات بس بدري والعدد جوه كتير علينا اللي هو مين محمد هاني بس بتتعمل متشافة يعني بتتعمل في وسط الخمسة المدافعين مفيش اي اختراقات من الاطراف ايه لانك انت برضو شلت شريف من رأس الحربة واصبح تقريبا ما عندكش رأس حربة انت اصبح عندك انت بتلعب قدام بيرستاو رأس حربة وتحتيه ميكسوني ومحمد محمود وحسين الشحات وعايز تعمل كرة عرضية من بعيد كل كرة بياخدوها كل كرة بياخدوها الكرة الوحيدة اللي جات لها ضربة الجزاء لما حمدي فتحي دخل وهو عشان بلعب بدماغه كويس اشترك والراجل خبط معه وتحسبت ضرب الجزاء فانا النهاردة شايف محمد محمود العملها محمد محمود عملها بدماغه محمد محمود عملها بدماغه ماشي ايا كان لكن ما كانش فيه الشكل اللي انت تخترق في الاطراف دي انت مشوفتهاش طول المتش تقريبا النارد دي واحدة الحاجة التانية مفيش تزديد يعني انت تحس ان انت هم قرينا خالص واللعب كلاسيكي مفهوش اي تنوع ولا ابتكار مفيش حاجة بيعمل حاجة وبعدين افشا اللي هو عنده ابتكار تملي عشان بتاع تلاقيه تحت اوى تحت اوى 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 فترات طويلة كان بيلعب تحت اوى في مواخر كثيرة لقناه هو اللي مع الشنوي تاعت فدوله اكتر نقاط اثارت بس الحمد لله زي ما قاله الكابتن شريف ان احنا تعادلنا ما خسرناش وان شاء الله الاخطاء دي تتعالج قبل ما تشين وفاة سطيف وربنا ازاق شكرا